تتواصل جهود الدولة لتنمية منطقة الساحل الغربي ويعد مطار العالمين الدولي أحد أهم المطارات الإقليمية ويخدم منطقة الساحل الشمالي ومدينة العالمين الجديدة في هذا الإطار قام وزير الطيران المدني محمد منار بجولة تفاقدية لمطار العالمين وذلك للوقوف على حركة التشغيل بالمطار والإطمئنان على الاستعدادات والإجراءات المتبعة لاستقبال الرحلات الجوية وخلال الجولة وجه وزير الطيران المدني بالاستعداد الجيد لاستقبال المزيد من الرحلات خلال الفترة القادمة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر كما تبع منار حركة التشغيل بالمطار واطمئن على تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالمطار خلال الجائحة